اشتركوا في القناة باعتبارها مسألة امن قومية ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل الى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الاطراف اعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل متر الانفاق انه تم تعديل موعيد قيام اخر القطارات من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة عقب الانتهاء من اجازة عيد الفطر المبارك وذلك بدءا من صباح الاثنين وناشدت الشركة جميع مستخدم مرفق متر الانفاق بضرورة ارتداء الكمامة داخل جميع محطات وقطارات متر الانفاق بالخطوط الثلاثة مع التأكيد على ان الشركة مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية داخل المحطات والقطارات من خلال عمليات التعقيم والتطهير توجهت العديد من الحافلات التي تحمل المساعدات المصرية للشعب الفلسطيني في طريقها الى معبر رفح وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بالتنسيق مع الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها فيما تداول عدد من رواد السوشال ميديا صورا لعدد من الشاحنات التي تنقل المساعدات المقدمة من مصر الى الشعب الفلسطيني طال سامح شكري وزير الخارجية ان العلاقات بين مصر وفرنسا مميزة وتشهد تنسيقا على اعلى مستوى بين الرئيس السيسي والرئيس ايمانويل ماكرو معاقبا هناك تواصل مستمر بين الرئيس السيسي والفرنسي لتناول كل القضايا في الاقليم في الشرق الاوسط والمتوسط والقضايا الدولية ويجري التنسيق على مستوى وزرية واضاف ان هناك متابعة حثيثة لاطار التعاون بين مصر وفرنسا وغدا القضية الفلسطينية تتصدر المباحثات بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ومصر تسعى لتوفير اكبر قدر من الرعاية لفلسطين وهناك لقاء يجمع الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي وكذلك الملك عبدالله ملك الاردن اعلنت شركة الحديد والصلب عن رفع اسعار الحديد للمرة الثالثة في اقل من شهر بما يعادل 200 جنيه للطن وذلك بداية من الاثنين اكدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ان مصانع الحديد اعلنت عن رفع اسعار طن الحديد من المصنع بمتوسط 200 جنيه للطن وقال رئيس الشعبة ان هذه هي المرة الثالثة خلال اقل من شهر يتم رفع اسعار الحديد حيث ارتفعت بما يقارب الف جنيه في الطن عن الاسعار قبل شهر رمضان واخيرا تتوقع هيئة الارصاد الجوية ان يشهد الاثنين انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بمعدل سبع درجات حيث يسود تقصحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وبالنسبة لدرجات الحرارة يوم الاثنين القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة الاسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة وقنى العظمى 40 والصغرى 24 درجة واسوان العظمى 42 والصغرى 26 درجة والى هنا نكون قد وصلنا لنهاية نشرة اخبار الحصاد من تليفزيون اليوم السابع انتظرونا في متابعات اخبارية جديدة على مدار الساعة الى اللقاء